التفجير المروع الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت يذكر العراقيين بتعرض مدونهم خلال السنوات الماضية لانفجارات مماثلة أودت بحياة الكثير من العراقيين وينبههم بشكل خاص إلى أنهم لا يزالون معرضين للخطر نفسه بسبب وجود مخازن السلاح والاعتدة والمتفجرات داخل أحيائهم السكنية في ظل عجز السلطات عن إنهاء ظاهرة تخزين الأسلحة بشكل عشوئي يهدد حياة المدنيين تمتلك ميليشيات الحشد في العراق مقرات خاصة لتخزين أسلحتها وعتادها الثقيل المتمثل بالصواريخ والقاذفات والمدافع فضلا عن عشرات الآلاف من قطع الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخيرة الخاصة بها ومتفجرات خام وألغام عبوات ناسفة مختلفة يصل وزنها الإجمالي لعشرة آلاف الأطنان ضمن ترسنة ميليشيات الحشد لكن انتشار هذه المخازن داخل المدن والأحياء السكنية بما في ذلك الحسينيات والمنازل وحتى المدارس وتكدس الأسلحة والمتفجرات فيها بشكل عشوئي بات يشكل خطرا حقيقيا على السكان في المدن ويحول هذه المخازن إلى قنابل موقوط قابلة للانفجار في أي لحظة على غرار ما حصل في انفجار العديد من تلك المخازن التي قتل وأصيب فيها الكثير من العراقيين وكعادة السلطات في العراق فإنها فتح تحقيقات كثيرة في الأسلحة والمتفجرات المتكدسة في مخازن الميليشيات داخل المدن وفي المنافذ الحدودية لتغلقها بعد ذلك دون أي إجراء يذكر ويرتبط العجز عن ضبط فوضى السلاح في العراق بالضعف الذي طال مختلف مؤسسات الدولة بما في ذلك مؤسساتها الأمنية والعسكرية التي داخلتها الاعتبارات الطائفية بل إن الميليشيات ترفض سحب أسلحاتها قبل سحب السلاح من الأمريكيين على حد تصرحات قيس الخزعلي فضلاً عن أن السيطرة على الميليشيات المسلحة في العراق والمرتبطة بإيران ليس بالأمر السهل رغم تصاعد وطيرة المطالب الشعبية بحصر السلاح بيد الدولة مع عجز الكاظم على نزع سلاح الميليشيات بحسب مجلة فورين بوليسي مواطنون عبروا عن رفضهم لقيام الميليشيات بتخزين السلاح في الأحياء السكانية فيما حملوا الميليشيات والحكومة مسؤولية تلك الانفجارات التي تحدث بين فترة وأخرى معتصم مساحة التحرير الذين أعربوا عن تضامنهم مع الشعب اللبناني بعد فاجعة انفجار مرفأ بيروت حذروا من تكرار المشهد في بغداد بالتزامن مع إطلاق واسم إبعاد العتاد عن المدن والذي أطلقه ناشطون للضغط على السلطات من أجل تحرك السريع بخصوص مستودعات الأسلحة والقواعد التابعة لميليشيات الحشد والتي أصبحت قنابل موقوطة تهدد حياة العراقيين